السادس عشر اكتوبر من عام الفين واثنين وعشرين عدد جديد من معرض الصحفة يأتيكم مباشرة من استوديوهات الشروق الاخبارية نرصد لكم اهم يتم تداوله عبر الصحف الوطنية وحتى الدولية وكما عودناكم دائما مشاهدنا الكرام البداية ستكون مع جريدة الشروق اليومي والتي جاء في عددها لنهاري اليوم اذا العالم يحتفي بنجاح الجزائر في لمش شمل الفلسطيني ترحيب عربي وغربي واسيوي بتوقيع اتفاقية المصالحة الجامعة العربية خطوة ايجابية ومهمة ابو الغيث الوثيقة تطور على الطريق الصحيح وموريتانيا انجاز تاريخي للديبلوماسية الجزائرية والصين ندعم المصالحة الداخلية لفلسطين في مقالة روسيا قرار ذو اهمية بالغة والاتحاد الاوروبي يقول الاعلان الجديد يشكل انباء مشجع اذا في ذات الصفحة جريدة الشروق اليوم وصفحتها الاولى جاء ايضا في ملف السيارات تسهيلات لاستراد السيارات المستعملة الحكومة تتوجه الى اقرار امتيازات للسيارات الكهربائية وتبسيط استراد خيطوط الانتاج المستعملة والسماح بالعتاد الفلاحي والوزير الاول الانتهاء قريبا من دفتر شروط استراد السيارات اذا دائما مع جريدة الشروق اليومي ننتقل واياكم الى مقالة جريدة الشروق اليومي والذي جاء فيه الانتهاء قريبا من دفتر شروط استراد السيارات الوزير الاول في رده خلال جلسة عالنية بمجلس الامة اذا عرض مشروع قانون النقد وعلى الحكومة في الايام القادمة في ذات الجريدة جريدة الشروق اليومي مشاهدنا الكرام النواب يطلبون في لقاء مغلق مراجعة العلاقة مع الحكومة وفي ذات الجريدة جريدة الشروق اليومي جاء في خبر اخر موقف باريس من الصحراء الغربية يتبلور على نار هادئة ننتقل واياكم الان مشاهدنا الكرام الى صفحة اخرى من جريدة الشروق اليومي وفي الدبلوماسية تناء دولي على نجاح الجزائر في لم الشمل الفلسطيني اذا احتفاء عربي واسيوي بتوقيع الاعلان كانت هذه ابرز العنوين التي جاءت اذا في جريدة الشروق اليومي لعدد اليوم ننتقل واياكم الان الى جريدة وطنية اخرى وسنتوقف عند جريدة الخبر والتي عنونت مبادرة الرئيس تبون لتحقيق المصالحة الفلسطينية ترحيب عربي ودولي باعلان الجزائر وفي الشأن التربوي جاء وزارة التربية تعيد مئات الموظفين الى مؤسساتهم وفي الشأن الاقتصادي جاء في جريدة الخبر نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7% في الفين واثنين وعشر اذا كانت هذه ابرز عنوين جريدة الخبر ننتقل واياكم الان الى جريدة وطنية اخرى وسنقف عند جريدة المساء وجاء في جريدة المساء اذا المساء تنشر المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023 هذا هو جديد الاجور ومنحة البطالة وكذا السيارات في ذات الجريدة جاء في جريدة المساء ترحيب بتوقيع الفصائل على اعلان الجزائر تناء دولي على نجاح الجزائر في تحقيق الوحدة الفلسطينية ووسط معركة شاملة ضد الفساد والسرجاع هيبة الدولة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرف على افتتاح السنة القضائية اليوم ننتقل الان مشاهدنا الكرام الى جريدة المشوار السياسي والتي جاء فيها اذا بكل من تيزيو الزواب جاية ظروف عادية تطبع الانتخابات الجزئية للمحليات وفي ذات الجريدة في صفحة الاولى للمشوار السياسي خطة جديدة لوقف تماد سماصرة الاعلاف الوزير الاول السيد ايمان بن عبد الرحمن عيب ان يصل سعر اللحم الى الالفين دينار جزائري الحكومة بالمرصاد لكل اشكال الفساد والبيروقراطية وعرض قانون النقد والقرض على اجتماع الحكومة قريبا والانتهاء قريبا من اعداد دفتر شروط استراد السيارات وقمة الجزائر ستكون موعدا لدعم القضية الفلسطينية ننتقل وإياكم اذا الى عدد اليوم من جريدة الحوار الجزائرية والتي عنونت اذا كشف جديد دفتر شروط الاستراد السيارات الوزير الاول الفين وثلاث وعشرين سنة الاقلاع الاقتصادي الحقيقي ودول واحزاب وشخصيات وطنية اعتبرته اتفاقا تاريخيا اشادة واسعة باعلان الجزائر وايضا اذا محمد شرفي الانتخابات الجزئية مصرية للمصارى الديمقراطي وفي ذات الجريدة دائما اذا انخفاض اسعار السيارات وسمى سرى تحت الصدبة اذا مشاهدنا الكرام كانت هذه ابرز عنوين الصحف الوطنية لعدد اليوم ننتقل واياكم الان الى الصحف الدولية والبداية ستكون مع جريدة الشرق الاوسط والتي جاء فيها اذا مؤتمر شيوعي الصيني ينطلق اليوم وسط التوتر مع واشنطن انظار العالم تتجه الى بكين وشي يستعد لولاية ثالثة ايضا جاء في جريدة الشرق الاوسط اذا بداية النهاية شعار الشهر الثاني من احتجاجات ايران نذهب الان الى جريدة القدس العربي والتي جاء فيها اوكرانيا استعصاء عسكري ومأزق سياسي ننتقل واياكم الان مشاهدنا الكرام الى عنوان اخر وجريدة اخرى وسنقف عند جريدة العربي الجديد وجاء فيها تسخين على جبهة بيلاروسيا وجاء ايضا في صدر جريدة العربي الجديد حقن قاتل لاطفال صنعاء توفي اطفال يمنيون مصابون بسرطان الدم في صنعاء في الاسبوعين الماضيين اذا بعد تلقيهم جرعات من دواء ملوث جرى تهربه من الخارج ونصل الى اخر جريدة نرصدناها لكم خلال عدد اليوم من معرض الصحافة جريدة هريت التركية والتي جاء فيها تركيا استاء مرصد جيرزي باطلشما كركدرت مدنشي شهيت يعني انه فيما يخص حادث انفجار المنجم بلغت عدد ضحاياه الى 41 شهيدا مشاهدنا الكرام كانت هذه ابرز عنوين الصحف الوطنية وحتى الدولية لنهار اليوم بهذا نكون قد وصلنا الى ختام معرض الصحافة كنا معكم مباشرة من ستوديوهات الشروق الاخبارية الى اللقاء